بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ هذه الآية الكريمة تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده وأن العبد إذا كانت له حاجة فإنه يجب عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بما أراد فإذا فعل العبد ذلك بلغ مكانة الرشد أو بلغ عند الله تعالى منزلة الراشدين أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وكأن الدعاء لله سبحانه وتعالى يعكس مدى إيمان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو القادر على أن يلبي للإنسان كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العباد أن الله سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يدعوه وأن يستجيبوا لأمره سبحانه وتعالى بأن يكونوا دائما في رحاب الله جل في علاه وأن لا يذهلوا أبدا وأن لا ينشغلوا أبدا عن المكث في رحاب الله سبحانه وتعالى وعن الوقوف على باب الله جل في علاه وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وكأن الذين يستكبرون على أن يقوموا بين يدي الله سبحانه وتعالى داعين كأنهم يستكبرون عن عبادة الله جل في علاه وكأنهم لا يثقون في قدرة الله سبحانه وتعالى على القيام بشؤونهم أو على الاستجابة لدعائهم ولذلك كان الصالحون دائما ما يحفزون الناس ويدعونهم إلى القرب من الله سبحانه وتعالى بدعائه والوقوف ببابه سبحانه وتعالى ولكنهم كانوا ينبهون الناس لأمر عظيم الناس يدعون الله سبحانه وتعالى وينتظرون الإجابة ولكنهم في غالب الأمر يظنون أن الإجابة يجب أن تكون وفق مرادهم ووفق هواهم ووفق ما دعوا به ويغفلون عن أمر في غاية الأهمية وهو أن الإنسان ربما يدعو بالشر دعاءه بالخير كما جاء في القرآن الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا من طبيعة الإنسان أنه يعجل دائما لما أراد من طبيعة الإنسان أنه إذا أحب شيئا أراد أن يتحقق على الفور وربما يكون في تحقيق هذا الشيء هلكة أو ضرر يلحق بالإنسان ولذلك ربما العبد يدعو الله سبحانه وتعالى فلا يتحقق ما طلب ويكون في هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى من منع إجابة الدعاء يكون هذا هو عين الإجابة فالعبد يتصور أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب ولكن على الحقيقة الله سبحانه وتعالى منع عنه أو حجب عنه ضررا فيكون في هذا المنع عين العطاء من الله سبحانه وتعالى وتكون الإجابة من الله سبحانه وتعالى حيث ظن العبد أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب ولذلك كان الصالحون يقولون لا يكن حظك من الدعاء الإجابة وليكن حظك من الدعاء العبادة ندعو الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ولأن الدعاء في حقيقته عبادة لله جل في علاه ولا يستعظمن أحد شيئا على الله سبحانه وتعالى هناك أمور ربما العادة أو طبيعة الحال تصور لبعض الناس أنها مستحيلة ولكن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض سيدنا زكريا عليه السلام كان قد بلغ من العمر مبلغا فقدم عذره بين يدي الله سبحانه وتعالى وقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى أسباب العجز ولكنه لم ييأس ولم يقنط ولم يجزع وكان أمله في الله سبحانه وتعالى كبيرا ولذلك الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا حسنت الظن بالله سبحانه وتعالى ووقفت وخضعت بين يدي الله سبحانه وتعالى فاطلب من الله سبحانه وتعالى ما أردت وليكن يقينك بالله سبحانه وتعالى أنه يجيبك بما فيه الخير سواء كان الخير فيما أردت أو كان الخير في منع ما أردت عنك هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين